اتصدر الفنان سمير صبري الترند وده بعد توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة وتفاعل الفنانين مع الخبر وأصدرت نقابة المهنة التمثيلية برئاسة أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية بيان شكر لفخامة الرئيس باسم كل فنانين مصر ولقينا أنه عدد كبير من الفنانين على السوشال ميديا دعموا الفنان الكبير سمير صبري وطلبوا كل جمهوره بالدعاء لي وكان منهم هلا صدقي وصلاح عبد الله ونبيل عبد وغيرهم من الفنانين وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أن حالة سمير صبري مستقرة الحمد لله في الوقت الحالي ولكنه محتاج لتدخل جراحي دقيق في واحد من الشرايين اللي في القلب واللي بيعاني من ديء شديد فيه وشكر سمير صبري الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته بعلاجه أما عن الفنانين اللي بيزوروا سمير صبري باستمرار فقال أن عدد كبير من الفنانين ضرور وأن فيه فنانين متواجدين معاه بشكل يومي في المستشفى زي ميرفة أمين حسين فهمي دونيا سمير غانم وكمان إيمي سمير غانم وغيرهم طبعا من الفنانين طبعا بنتمنى من كل قلبنا الشفاء للفنان الكبير سمير صبري ويرجع لجمهوره بألف خير وسلامة